أول نيرف فيهم وأكبرهم وأشعرهم هو المانديبيولار نيرف مين هو المانديبيولار نيرف؟ المانديبيولار نيرف هو النيرف المسؤول عن تغذية عضلات المستيكيشن بالموتور النيرفاشن قلناها قبل كده لكن هو النيرف البرانشي الثالث اللي خرج من التريجيمينال نيرف من التريجيمينال نيرف ده؟ ده الفيفسي كرينيال نيرف الداني تلا برانشيات برانشي غز منطقة الأوربات اسمه أفسالميك برانش يغز منطقة المجزلة اسمه مجزلري والبرانش الآخر احنا شايفين منظر عامله وهو راح يغز منطقة الانفراتيمبورال ريجون او منطقة الماندبل واسمه منديبولار نيرف منديبولار نيرف ده المنظر ده هيورين الشكل العام له البداية ثم الكورس بتاعه زي ما احنا شايفين من البداية بتاعته ده برانش يطلع من التراجي من الناف دخل هنا من الفورمان القفال ويمشي مصار في قلب الانفرا تيمبرار ريجون ده كمنظر عام رفلي كسيرفس اناتومي لما نيجي نتعرض له بعد كده تعالوا نشوف الكلام على المانديبلر نيرف هايجون إزاي المانديبلر نيرف البداية بتاعته بيتكون من لارج سنسوري روت دايه من التراجي من النارف وسمول متروت هو أيضا من التراجي من النارف التروت سيتحدوا مع بعض ويدخلوا من بوابة هي فورامين أوفل انشي باسمه فورامين أوفل ويغادروا اللي سكال عن طريق الفورامين أوفل ومتحت الفورامين أوفل هيمشوا مشوار من نص إلى واحد سنتي ويعملوا ترانك اسمه منديبلر نيرف ترانك هذا المانديبلر نيرف ترانك ده شئ من التحاد التوروتس مع بعض اللارج سنسوري روت والسمول موتور روت تحت مع بعض عاملوا الترانك الترانك ده هيتفرح لفرحين اتنين هيديني برانش طالع من الموتور روت وبرانش طالع من السنسوري روت اللي طالع من السنسوري روت اللي هو اللي عاملو هنا باللون الأخضر اللي باللون الأحمر اللي هو الموتور روت اسمه نيرف توزا ميديا التروجويد ويغزي عضلة اسمها الميديا التروجويد اللي احنا قلناها من شوية اللي هي احدى عضلات المستيكيشن أما النيرف اللي طالع من السنسوري part of the trunk اللي هو اسمه نيرفاس سبينوزاس هذا النيرف ده بيديني سنسوري النيرفاشن دوزا ديورا مطر ويدخل للكريني الكافتي مرة تانية عن طريق فورامن اسمه فورامن سبينوزام يقع جسد بهاين لذا فورامن أوفال طيب إنما ديب له النيرفا ترانك سرعان ما ينقسم إلى قسمين اثنين أنتيرور ديفيجن معظمه موتور وبستيرور ديفيجن معظمه سنسوري تعالوا نشوف البرانشز اللي خارجة من الانتيرور ديفيجن أول برانش كموتو برانش اسمه ديب تيمبورال نيرف رايح يغز التيمبوراليز مصل وإحنا أقول للتمبوراليز مصل هي إحدى عضلات المستيكيشن اللي تاخد نيرف سبلابي المانديبلور نيرف عن طريق الديب تيمبورال نيرف النيرف التاني اللي خرج من الانتيرور ديفيجن اسمه مسيتريك نيرف المسيتريك نيرف رايح يغز المسيتر مصل أما النيرف الثالث فاسمه نيرفتوزالترال تريگويد أنا أحب أقف أقول أن النيرفتوزالترال تريگويد طالع من الأنتيريور ديفيشن أوفزمانديبولور نيرف إنما النيرفتوزميل ديفيشن طالع من المانديبيولور نيرف ترانك نفسه طيب ده الآن برانشس أوفزمان scientيريور ديفيشن هل كل الانتيريور ديفيشن كان بيديني موتر لأن فيه برانش آخر سنسوري كان ماشي مع الانتيرو ديفيجن اسمه باكال نيرف مين هو الباكال نيرف الباكال نيرف ده سينسوري نيرف سينسوري نيرف ده ماشي فقط مع البرانشيس أوفزي انتيرو ديفيجن وراي يغزي يخترق الباكسيناتر مصل ولا يغزيها لأن الباكسيناتر مصل كانت اسكيليتا المصل بتاخد نيرف سابلاي من الفيشيال نيرف أما الباكال نيرف ده سينسوري نيرف يخترق الباكسيناتر ولا يغزيها انه ميغزي المzych habe ит ounce من psterna ... واللتخل الألاحف من على الحسارة دا كان ganante d division و 4 branchs طيب ماذا عن posterior division love posterior division hall 3 branchs lingual nerve واضح من اسمه ان رايح يغزي tongue branch التاني الوراه اسمه inferior alveolar nerve واضح من اسمه ان رايح يغزي lower mandibule and structures that are related له اما الonse bluff ال nave واسمه Ariculotemporal Nerve ودخلنا قبل كده ذكرناه مرتين اتنين مرة مع الفيس ومرة مع الاسكالب عندما نلاحظ ان الانتيريو ديفيجن كان معظم برانشاته سنسوري طيب ما الانتيريو ديفيجن كان معظم برانشاته موتور معده واحد بس فالبستيريو ديفيجن هو كمان بالمثل هيقول انا عاوز واحد موتور بانش من الانتيريو ديفيجن فهياخد هنا موتور برانش يمشي مع الانفير والالفلر اسمه نيرف دوزا مايلوهايويد بيغزي إحدى العضلات اللي خارجة من الفيرست فرينجا القرش وبتشكل الفلور اوف زماوس واسمها مايلوهايويد مصل هذه برانشز بصفة عامة الكلام عنها بصفة عامة نتكلم بعد كده بالتفصيل على كل نيرف لكن أحب أذكر قصة إنسانية تفكرني بهذه البرانشز اللي خارجة من المانديبولار نيرف إذا حبنا قولنا قبل كده دلوقتي حالا قلنا القصة العلمية إنه هو سمول سينسوري روت ولارش سينسوري روت وإزاي اتحدوا مع بعض ده كلام العلمي إنما لو حكينا عليها على قصة من الحياة لو تخيلناها فيلم سينمائي هنقول إيه هنقول نحكي قصة المانديبولار نيرف كقصة فيلم سينمائي لو قلنا إن سينسوري روت والموتور روت ولد وبنت ارتبطوا ببعض مثلا في مرحلة الكلية البنت اضخينة شوية عن الولد والولد بيبقى رفيع فالبنت اللي هي سينسوري روت وكلها أحاسيس ولولد اللي هو الموتور روت كله حركة ونشاط طيب هما فقراء لأنهم لسه في الكلية ملقوا الشقة قالوا نتجوز في بيت الأسرة دخلوا من بيت الأسرة من بوابته وبوابته هي الفورة من أوفال وبيت الأسرة كان الانفرات تيمبورار ريشون يدوبك قعدوا هناك من نص الواحد سنتي يعني من ستة شهور لسانة خلفه توقم ولد وبيت ولد موتور اللي هو النيرفت وزاميدي وبيت سينسوري اللي هي النيرباس اسبينوزاس مشاكل بيت العيلة للانفراتيمبرار ريشون فيها نيرباس وفيزلز وفيها فاشية وفيها لجامنت وفيها فات وفيها مات زي بيت الأسرة في عماته وخلاته واخواته عملوا مشاكل سرعان ما تسببهم في طلاق من طلاق الأسرة الصغرى اللي هي بتمثل الزوجين اللي هو المانديبلر نيرفت رانك هينفصلهم إلى إيه إلى الأب هيمشي بيطلع من قدامه هو الموتور ديفيجن أو الأنتيرو ديفيجن والأم اللي هي السينسوري ديفيجن أو البستيرو ديفيجن هو هيروح يتجوز واحدة تانية ويخلف خلفته كلاصو بيان موتور نيرفس اللي هو ديب تيمبرال والمستيريك ونيرفتو داترات رجويد لكنه مازال بيحب الحب الأولاني اللي هي زوجته الأولانية فياخد حاجة بس من ريحتها كده حاجة سينسوري اللي هو البكة البرانش وهي انفصلت عنه ومشت من وراء البيت راحت ببستيريور لي وعطتني البرانش بتاعتك جوزت وعملت أولاد تانيين وكانت معظمهم بنات وسينسوري نيرفس اللي هما اللينج والنيرف والإنفيرو والألفلر والأوليكلو تيمبرال لكن لأنها مازالت لسه فكرة العشرة القديمة فاخدت ولد من ريحة جزء الأولاني اللي هو الأنتيرو ديفشن اللي هو النيرف توزي ميلو هايويد مصل في الشريحة اللي جاية هنتكلم بعد كده بالتفصيل عن هذه البرانش دلوقتي احنا نتكلم على بعض من البيج برانش أوفزي منديبلر نيرف فهنبتدي باللينج والنيرف اللي هو اللساء العصب اللي رايح يغزي اللسان وما حول اللسان بخصوص اللينج والنيرف نتكلم عن الكورس بتاعه قد الماندبل لازم الأول نرسم توبغرافية للستركشرة اللي هيمشي عليها اللينج والنيرف ده الماندبل دي اللاترال ترجويد مصل حطت الانسيرشن بتاعها فيه الفرانت أوفزي نيك أوفزي ماندبل وده كان الطانج كان بيستقبل الانسيرشن بتاعه الثلاث عضلات لهم علاقة وثيقة بالكورس وريليشن أوفزي اللينج والنيرف أول عضلة فيهم كانت جاي من وراء اسمها ستايلو جلوسس جاي من الستايلو البروسس ورايحة حطت الانسيرشن بتاعها في الطانج العضلة التانية جاي من الهيو بون من تحت وديب للماندبل حطت انسيرشن بتاعها في الطانج اسمها هايو جلوسس نسبة للهيو يتبون والطانج العضلة التالتة جاي من الماندبل وشكلها فان شاب ورايحة ليه الانتيريور part of the tongue واسمها genioglossus ديت هي الأرضية اللي هيمشي عليها lingual nerve. lingual nerve كان أحد البرانشز الكبيرة اللي طلع من البستيرو ديفيجن of the mandibular nerve المانديبلار نيرف دخل الانفراتيمبرال فوسة من الفورمن أوفال دخل ديب للاترال تروجويد مصل انقسم إلى بستيرو ديفيجن وانتيرو ديفيجن الانتيرو ديفيجن راحت ده برانشز موتور برانشز راحت للمصلز اما البستيرو ديفيجن فكان أعطاني من هنا lingual nerve. هيظهر lingual nerve عند هذه النقطة اللي هي lower border of the lower head of the lateral trigoid هيظهر من عندها وهيمشي يتسحب ديب للريموس of the mandibular بين الريموس of the mandibular وبين الميدال تروجويد بهذا الشكل ثم يمشي يمشي lying over lying over to the styloglossus مصل ثم بعد كده lingual nerve هيمشي في منطقة خطرة في الفم يسمى dangerous area of the mouth dangerous area of the mouth هذه المنطقة تقع medial تقع على middle side of the lower third molar tooth بين الميوكس brain وبين البون علشان كده في هذه المنطقة مهم قوي ان لتكاترة الاسنان انهم يغضوا بلهم اثناء عملية tooth extraction بعد كده lingual nerve هيمشي يعدي على high glossus muscle ثم يدخل في الممر الفاصل بين high glossus وجينيو glossus علشان يغذي anterior tooth hair of the tongue ويشيل منه general sensation بس كده لا ده في حاجة تانية كان هو في الانفرا temporal region كان lingual nerve دخل في قلبه دخل في قلب الشيث بتاعه nerve تاني اسمه corda tembani التحق به اتحد معه والfibers مشت مع lingual nerve وشالت من الانتيريور tooth hair of the tongue taste sensation ده كان lingual nerve اذا جاءنا نشوف العصب الثاني الكبير اللي اسمه inferior alveolar nerve هيمشي مصار مشابه لحد كبير لمصار lingual nerve هدي mandible lateral to good muscle tongue وحط فيها insertion بتاع 3 عضلات style glossus من ورا high glossus من تحت وجينيو glossus من قدام ده mandibular nerve برضو مش نفس الكورس البستوريو ديفيجن بتاعه كان قاعد deep لي lateral to good مصر يعني ماشي على medial surface بتاعها من البستوريو ديفيجن هيخرج الانفيرول alveolar nerve هيظهر عند هذي النقطة وهذه النقطة هي lower border of the lower head of the lateral to good هيمشي على medial side of the ramus of the mandible بين ramus of the mandible وبين medial to good ثم يدخل في كنال اسمها mandibular canal هذي عبارة عن بني كنال ماشي في قلب الماندبل هيمشي فيها الانفيرول alveolar nerve ثم يخرج من الفتحة الأخرى من الماندبلر كنال اسمها mental forman واطلع باسمه mental nerve المنتل نيرف بعد ما يطلع هينقسم الى قسمين اثنين هينقسم الى canine وانسيزف canine هيغذي canine tooth اللي هو ناب ثم الانسيزف هيغذي الانسيزور تيس اللي هما central واللاترال انسيزور بعد كده المنتل نيرف نفسه هيتولى تغذية الاسكين over the mandible بالكوتينيس نيرف سابلاي العصب التالي كده هو الاريكلو تمبرال نيرف ذكر مرات سابقة مع اللي سكلب اند فيس